سيدة انتصار السيسي لقاء السيدة انتصار السيسي في حلقة خاصة مع الإعلامية إسعاد يونس لازم أتوقف عنده وفي البداية بقول مبروك لإسعاد يونس لاختيارك لإجراء هذا الحوار الممتع أكيد أكيد أي موزيع كان يتمنى إجراء هذا الحوار طبعا لكن يا إسئس أنا متعودة معاكي على الصراحة وخليني يبقى واضحة معاكي كده وانت عارفاني ما بخبيش حاجة جوايا يعني أنا كنت منفسنا عليكي وانت بتجري هذا الحوار لكن طبعا منفسنا عليكي بالحب يعني توقفت أمام حوار سيدة انصار السيسي تحس انه هو حوار صادق من القلب وانت بتتفرج عليه تحس بالطيبة وتحس بالألفة وتحس كمان بالود والاحترام ما تحسش أبدا بأي غربة أو بأي مسافة أو بأي بعد بينك وبينها خالص سيدة انصار السيسي واحدة مننا بجد قوي بين شرع الجيش مصرية أصيلة وانت بتتفرج تحس انك قاعد مع حد من قريبك حد من أصحابك سيدة انصار السيسي حد شبهنا قوي قوي معدن مصري أصيل ما شاء الله الوجه الهادئ المريح والصوت الحنون الدافي تحس وانت بتتفرج انك قاعد مع حد من عيلتك حد من قريبك الأخت الأم الجدة الزوجة الصحبة لقاء حقيقة موفق جدا في توقيت له معنى جميل كل سنة وحضرتك طيب سيدة رايز ده كان يعني انطباعي وأنا أول ما شفت اللقاء حسيت بالكلام اللي أنا قلته لحضرتكو ده على طول وفي إشارة في حوارها عن الحاجات اللي بتحب تقراها وعن الحاجات اللي بتحب تفرج عليها أو بتسمعها أشارت سيدة انصار السيسي ليه كتاب بدون سابق انذار كتاب بدون سابق انذار لصحبته أنيسة حسونة عضو مجلس النواب أرحب بحضرتك أستاذ أنيسة مساء الخير ترجمة نانسي قنقر